برلمان دون أغلبية وتقدم للأحزاب الشعبوية هو أهم ما أسفلت عنه التوقعات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية في إيطاليا ائتلاف يمين الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني احتل الصدارة متبوعا بحركة النجوم الخمسة الشعبوية المناهضة للمؤسسات ليتراجع يسار الوسط الحاكم إلى المرتبة الثالثة نتائج تنبئ عن برلمان معلق يفرض على الائتلافات والأحزاب السياسية الفائزة أن تتوصل إلى تسوية من أجل تشكيل الحكومة المشهد والسياسي في إيطاليا وإن عرف عودة قوية لبيرلوسكوني إلا أن الرجل لن يكون قادرا على تولي أي منصب رسمي حتى عام 2019 بسبب إدانته بالتهرب الضريبي ما عزز حدود رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاجاني الذي أبدى استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء الانتخابات والتشريعية في إيطاليا تأتي في سياق توتر تشهده البلاد بسبب ملفات الهجرة غير الشرعية وركود الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وضع داخلي متأزم دفع بعض الأقاليم في شمال إيطاليا للمطالبة بالحكم الداتي على خلفية أن الضرائب التي يرسلها الشمال إلى روما تهدر بسبب الفساد الذي يعصف بالدولة أما على الصعيد الخارجي فيخيم القلق على الاتحاد الأوروبي من نتائج الانتخابات في إيطاليا في ظل تنامي المواقف السلبية للأحزاب الشعبوية من سياسات بروكسل الاقتصادية والاجتماعية فأي منحة ستسلكه إيطاليا في دل مشهد سياسي يشبه الانقسام